تخلي المواطنين يتكدسوا فوق بعض في مراكز تلقي اللقاح يمكن قلتلك قبل كده إن اسكندرية كلها كلها فيها ثلاث مراكز فقط لتلقي اللقاح أكتر من خمسة أو ستة مليون مواطن بيخدمهم ثلاث مراكز مبارح كمان كان فيه صور لمركز تلقي اللقاح في الإدارة الصحية بمركز أبو المطمير بمحافظة البحيرة لما تتفرج على الصور تقول إن الدولة دي بتتعمد إصابة المواطن بفيروس كورونا بتتعمد إن المواطن شايف الصور اللي قدامك دي وسع الصورة شوية أضياء أو كبرها شايف العدد ده كله الناس دي كلها جاية عشان تاخد اللقاح بعمر أو باستدعاء من وزارة الصحة المصرية مفيش مكان للفيروس لك أن تتخيل لو واحد في الناس دي مصاب بالفيروس لقدر الله أو واحد في الناس دي مريض لقدر الله هو جاي عشان ياخد اللقاح أو جاي يحصل على اللقاح فيروح وهو مصاب أو وهو عنده الفيروس الناس بتتكلم وغضب من بعض اللي حضر يقول لما تكلم المسؤول يقول لك مش عجبك اشتكي واستمرات الناس بتتقطع قدام عينيها سوق تنظيم واستهتار وكلام بالعافية ومش عجبك تعال بكرة ناس بقالها يومين وقفة في الزحمة ده كلام الناس اللي حضرت أو بعض من نشر هذه الصور على مواقع التواصل مش عجبك ما تجيش ومش عجبك تعال بكرة في ناس وقفة في الزحمة دي بقالها يومين وناس بقالها ثلاثة أيام وناس بتيجي توقف من صباحية ربنا لحد بالليل ما بتعرفش تاخد اللقاح ويطلع السيد وزير الرئيس الوزراء النهاردة يقول لك احنا عملنا اللي علينا وانا فرحان جدا ان انا واقف مع وزيرة الصحة بسبب مجهودها الجبار وان المواطن هو اللي بيتحمل النتيجة ناشد ايضا مصطفى مدبولي المصريين باخذ الامور بالجدية والالتزام بالاجراءات الاحترازية انا كمان بناشد الحكومة بناشد السيد مصطفى مدبولي بناشد الست وزيرة الصحة بناشد القائمين على مدينة العالمين والقائمين على فند القوات المسلحة والقائمين على الساحل الشمالي والقائمين على بعض القرى السياحية في البلد ياخدوا الموضوع بجدية وياخدوا يتعاملوا مع الالتزامات والاجراءات الاحترازية بجدية زي ما بيقول السيد وزير الصحة مصطفى مدبولي أكد أيضا مصطفى مدبوري أن هناك خطة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب خلال الفترات القادمة أو خلال الأيام القادمة قبل بدء العام الدراسي